الاستيرويدات الاستيرويدات هي أحد أنواع الليبيدات المشتقة من الليبيدات البسيطة والليبيدات المركبة والتي تلعب دوراً مهماً في جسم الإنسان فهل تعلم ما هو تركيبها وما أنواعها؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً تركيب الاستيرويدات تختلف الاستيرويدات في تركيبها عن الدهون في كونها لا تحتوي على أحماض دهنية وتحتوي الاستيرويدات على وحدة بنائية يطلق عليها العمود الفقري تتكون من أربع حلقات كربون ملتحمة مع بعضها البعض أما عن أنواع الاستيرويدات فتتمثل فيما يلي الكوليسترول الهرمونة الجنسية كالتستيستيرون الهرمون الذكري الاستروجين الهرمون الأنثوي وعلى الرغم من تشابه تركيب جميع الاستيرويدات في التركيب الحلقي للكربون إلا أنها تختلف فيما بينها في المجموعات الوظيفية المتصلة بحلقاته والآن سوف نستعرض أحد أنواع الاستيرويدات بالتفصيل وهو الكوليسترول الكوليسترول هو أحد أنواع الدهون التي يحتاجها الجسم ليكون في حالة صحية سليمة ويعتبر الكبد هو المصنع الرئيسي لهذه المادة بالإضافة إلى الجلد أما عن أهميته فتتمثل فيما يلي يدخل في بناء الأغشية الخلوية يدخل في تركيب فيتامين D3 يدخل في تركيب هرمونات مثل هرمونات القشرة الكاظرية الموجودة أعلى الكولى كهرمون الألدستيرون يدخل في تركيب التستستيرون الهرمون الذكري إضافة إلى إنتاج أحماض الصفراء مثل حمض الكوليك والذي يساهم في تكوين أملاح الصفراء الهامة لعمليات هضم وامتصاص المواد الدهنية في الجسم ترجمة نانسي قنقر